اشتركوا في القناة مضيفا أن طيران روسيا الحربي قصف بالصواريخ الفراغية بلدة تنقير ومحيط بلدة معارة حرمة ومدينة كفرنبل بريف إدلب فيما قصف النظام بالصواريخ والمدفعية بلدات الناجية وابدامة غرب إدلب كشف فران أكويزا ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف في سوريا عن وجود 250 طفلا على الأقل محتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وقال أكويزا في تصريح صحفية أن الأمم المتحدة وثقت قوعة نحو 1800 انتهاك خطير لحقوق الأطفال في سوريا من بينها قتل وتجنيد واختطاف وهجمات على المدارس والمؤسسات الصحية مضيفا أن قوات قصد تحتجز في مخيم الهول لوحده 40 ألف طفل هذا واعتقلت قوات الأسائش التابعة لقصد صحفيين اثنين في مدينة عين العرب شمال شرق مدينة حلب وقال اتحاد الإعلام الحرة في بيان الله أن الأسائش اعتقلت مراسل وكالة سمارت على سعدون وزميله هيثم مسلم في مدينة عين العرب دون معرفة الأسباب مطالبة بتبيان أسباب الاعتقال وداعية الجهات المعنية للإفراج عن الصحفيين المعتقلين فورا ارتفعت وطيرة عمليات الخطف والخطف المضاد بين محافظة درعا والسويداء لتطالى المزيد من المدنيين خلال الساعات القليلة الماضية وفقا لمراسلة قناة حلب اليوم قالت مراسلتنا إن شابا من قرية سميع بريف السويداء الغربي اختطف أثناء وجوده في مزرعة قرب قريته وشيرتنا إلى أن مصادر محلية رجحت أن يكون قد اختطف على أيدي أقارب مخطفين من درعا في السعيداء نفى نائب مدير إدارة الهجرة التركية أنباء انتشرت حول نيتهم إيقاف تجديد الإقامات السياحية لحملتها بداية من العام المقبل وأوضح جوكشي أوكا أن ما تم نشره مؤخرا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هو قرار قديم جدا قبل تأسيس دائرة الهجرة التركية ولم يكن يشمل السوريين قالت منظمة العفوة الدولية أن قوات الأمن الإيرانية قتلت مائة وستة متظاهرين في عدة مدن خلال قمع المظاهرات التي بدأت منتصف الشهر الحالي بسبب رفع سعر البنزين وأضافت المنظمة في تقرير لها أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت قوات المفرطة لسحق المظاهرات السلمية إلى حتم كبير في أكثر من مائة مدينة فيما أشارت تقارير حقوقية لوصول عدد القتلى لأكثر من مائتي شخص في وقت تتحدث فيه وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل عدد قليل من المتظاهرين نهاية المجز وأترككم لمتابعة برنامج التربية الذكية بأمان الله اشتركوا في القناة